في ضربة لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نيتنياهو ابطلت المحكمة العليا الاسرائيلية تعيين اريي ديرعي رئيس حزب شاس وزيرا للداخلية في الحكومة عشرة قضاء من اصل احد عشر في المحكمة قابلوا الطعن بمنع تعيين ديرعي واعتبر القضاء ان قرار تعيين رئيس حزب شاس انطوى منذ البداية على ما عرف قانونيا بالعدام معقولية متطرف وفي اول تعليق على الحكم اصدر رئيس حزب شاس بيانا ينتقد فيه ما جاء في الحكم المحكمة العليا التي تدعي انها تهتم بالاقليات القت الى سلة النفايات اصوات اربعمائة الف ناخب لحركة شاس التي تمثل المستضعفين في اسرائيل وعلى الدرب ذاته صار وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اتمار بن جفير مهاجما للمحكمة المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد ان تستوعب ان الشعب كان له كلمة في الانتخابات الاخيرة بشكل حاسم في المقابل دع رئيس المعارضة الاسرائيلية يائر لابيد درعي الى تغضيم استقالته فورا اذا لم يقدم رئيس حزب شاس اري درعي استقالته فان الحكومة الاسرائيلية ستخالف القانون وستقع في ازمة دستورية غير مسبوقة وسط ردود الفعل سواء بالتأييد او المعارضة يبقى واقع الحكم الصادر بحق درعي سيسبب تصدعا في حكومة نيتنياهو الاتلافية بل ويزيد من حدة توطرات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا بسبب خطة اصلاح قضائي مثيرة للجدل تتبناها الحكومة